أهلاً وسهلاً بالجمهور الكريم في الثلاث حلقات الماضية تحدثنا عن قصة أهل الكهف ورأينا التفاعل المباشر بين الخطاب القرآني والفكر المسيحي السورياني فيما يخص طبيعة الجسد بعد قيامه من الموت وهذا جدل اللهوتي كان لازال مطروحاً بين المسيحيين إلى وقص ظهور القرآن في القرن السابع الميلادي فقدم لنا هذه القصة كنموذج من القصص التي تؤيد قيامة الجسد بعد الموت على حالته الطبيعية ودعم هذا الطرح في صورة البقرة الآية 259 سوف نرجع لها بعد التقديم في المقابل وجود فرقة مسيحية أخرى تنكر قيام الجسد بعد الموت بحالته الطبيعية فعقيدة البعث من الموت هي عقيدة أساسية في المسيحية كاليهودية لكن هناك من رجال الدين المسيحيين من يقول بقيامة الجسد الممجد أي بجسد روحاني وليس بجسد طبيعي وعلى رأسهم كما قلنا سابقاً الأسقف تيودور أسقف إيجيا وأتباعه في القرن الرابع الميلادي وذلك بموجب الأعداد 42 إلى 50 من رسالة بولوس الأولى لأهل كورونتوس الإصحاح 15 على سبيل المثال يقول بولوس في العدد 43 إلى 44 يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسماً حيوانياً ويقام جسماً روحانياً يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني وكذلك في رسالته لأهل فليبي الإصحاح 3 العدد 21 بالمناسبة قبل أن نكمل حديث في هذا الموضوع أقف وقفة مرة أخرى للرد على مسألة مهمة وهي أن هناك العديد من المتتبعين المسلمين يستفزهم تقديم مقاطع من التوراة أو من الأناجيل وكأنني أدفعهم للاعتقاد بهذه النصوص المقدسة المسيحية واليهودية وقبولها كبديل لنص القرآن وهذا غير صحيح فالموضوع بكل بساطة نقدم هذه المراجع لتوضيح العلاقة المتينة الوطيدة بين القرآن والكتب المقدسة التي سبقته لأنه أي القرآن يعتبر عند المسلمين امتداد للتوراة والزابور والإنجيل في سياقه العقائد أتمنى أن أكون قد وضحت هذه المسألة نعود للموضوع إذن قصة أهل كهف تظهر أن الرقاد أو الأموات لفترة مؤقتة كهؤلاء الفتية تكون بالجسد الطبيعي الحيواني على غرار قيامة العازر من الموت وذلك في إنجيل يحنى إصحى 11 من عدد 43-44 وليس بالجسد الروحاني فهذا الجسد بحسب العقيدة المسيحية سوف يكون عند المؤمن ممجداً يوم الدينون ولهذا دخل النص القرآني في هذه الجدلية اللاهوتية ليحسم الموضوع من منظوره العقائد وذلك في سورة البقرة الآية 259 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فهذه الآية هي كذلك من الروايات الشفاهية الفلكلورية عند السوريان في القرن السابع الميلادي بحسب الدكتور كريستوف لكسنبرغ ومرة أخرى لا يوجد حيوان بحسب رأيه في هذه القصة أي حمارك بل الكلمة في القصة الأصلية وانظر إلى جمارك ولنجعلك آية للناس بقيم آرامية من كلمة جمارة ومعناها انظر إلى كمالك وقوة جسدك لنجعلك آية للناس ولا يوجد حمار في القصة مرة أخرى نرى حقيقة أنعكاس الثقافة السائدة فيما يخص علم الأحياء في ذلك العصر أي القرن السابع الميلادي فالآية تقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة إلى آخره فكساء العظام باللحم في مسألة الخلق تجاوزها علم الأحياء الآن لكن في تلك الحقبة وإلى عهد قريب في القرن السابع عشر الميلادي كانت هذه النظرية مقبولة عند منتصف القرن الثاني الميلادي على يد الطبيب الإغريقي كلوديوس غالينيوس من 129 ميلادية إلى 199 ميلادية طبعاً بعد تطوره للنظرية التي كانت قبله عند أريستو وأبوكراهات وفيتاغورس وغيرهم من الفلاسفة والأطباء فكانت النظرية عبارة عن تحول سائل منوي الذكوري إلى عظام وأعصاب ودماغ أما ماء المرأة يشكل الدم والقلب والكبد واللحم الذي يغطي العظام ما يهمنا الآن في هذه النظريات هي مرحلة كسو العظام باللحم كما رأينا في سورة البقرة الآية 259 وفي سورة المؤمنون الآية 14 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً إلى آخره سوف نتطرق لهذا الموضوع بالتفاصيل في حلقتين أو ثلاثة تخص تطور الجنين بين القرآن والكتب المقدسة اليهودية والمسيحية مقارنة بالفلسفة والطب في العصور الغابرة نعود إلى موضوعنا الأساسي وهو إحياء الموت وقيامة الأموات في الفكر المسيحي بصفة عامة والسورياني بصفة خاصة وكما قلنا مبني هذا الفكر على العقيدة كما رأينا في رسالة بولوس الأولى لأهل كورونتوس الإصحاح 15 وفي أعمال الرسل الإصحاح 9 العدد 36 إلى 42 وذلك عن سيدة اسمها طابيثة مرضت وماتت فصل الرسول بطرس إلى الرب لتقوم من الموت ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست إلى آخره كذلك في أعمال الرسل الإصحاح 20 العدد 9 إلى 12 عن قصة إحياء الرسول بولوس لفتى اسمه أفتيخوس سقط من الطابق الثالث إلى الأسفل ومات فهذه القصص المعلنة في الكتب المقدسة المسيحية نجد متيلاتها في التناخ طبعا الكتاب المقدس لليهود كقصة قام بها النبي إليا أو إلياس بالدعاء إلى الله لإحياء طفل صغير بعد موته وذلك في صفر الملوك الأولى الإصحاح 17 العدد 17 إلى 22 وقصة إحياء النبي اليشع لصبي وذلك في صفر الملوك الثاني إصحاح 4 العدد 32 إلى 35 كلها مقاطع تعكس مفهوم البعت والقيامة من الموت تبناها النص القرآني بالعديد من الآيات وعلى رأسها الآية 18 من سورة الكاف والبقرة 259 في حين نجد هذا النص القرآني أشار إلى الجدلية اللاهوتية بين بعض علماء المسيحيين فيما يخص طبيعة الجسد الميت الذي يقوم من بين الأموات والخلاصة الجدلية في علم اللاهوت عند المسيحيين هي كالتالي إذا كانت قيامة الميت المؤمن لفترة محدودة في الزمان فهو يقوم بجسده الطبيعي الحيواني أما إذا كانت قيامته أبدية فتكون بالجسد الممجد الروحاني الذي لا يحتاج أكل وشرب أما القرآن فقد تبنى مسألة قيامة الجسد حتى يوم البعث بالجسد الحيواني الذي يحتاج للأكل والشرب والجنس وذلك في الجنة والنار كما تفيد العديد من الآيات كصورة الواقعة من عشرة حتى الآية 56 فهذه الجدلية اللاهوتية لم يتنبه لها علماء الإسلام ربما لعدم معرفتهم بالفكر المسيحي من القرن الرابع الميلادي إلى القرن السابع الميلادي عند ظهور الإسلام أو تجاهلوها حتى لا يتهم القرآن بالأخذ من التراث المسيحي القديم نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر